أقرية محاسب تابعوني معكم دكتور حسين وانتم معايا في دولة أكاونتنج 101 نبدأ مع بعض نشرح chapter 13 في منهج أكاونتنج 101 analyzing and interpreting financial statement تحليل وفهم أو شرح أو ترجمة القوائم المالي زي ما احنا متعودين بنبص على conceptual learning objective مفاهيم أهداف التعلم عندي مفهومين C1 وC2 بالنسبة لC1 explain the purpose and identify the building blocks of analysis بنشرح الغرض ونعرف إيه هي الbuilding blocks of analysis إيه هي يعني حجر الأساس أو الطوب اللي أنا ببني عليه أو الحاجات المكونة الbuilding blocks المكونات للبناء بتاعي للتحليل يعني الأساسيات والحاجات اللي بتكون التحليل المالي في المحاسبة المالية describe standards for comparison and analysis هنشرح إيه هي القياسات ونوصف إيه هي القياسات اللي بقارن بينها التحليل بينه وبين بعضه التحليل المالي طبعا الanalytical learning objectives عندي analytical 1 وanalytical 2 summarize and report results of analysis بنلخص وبنعمل تقارير لنتائج التحليل المالي explain the form and assess the content of complete income statement هنشرح الشكل وتقييم المحتوى لقائمة دخل كاملة بالنسبة للprocedures بالنسبة للprocedures هنأت عندي ثلاثة procedure learning objectives P1 P2 P3 في P1 explain and apply method of horizontal analysis هنشرح ونطبع طرق التحليل الأفقي describe and apply method of vertical analysis هنشرح ونطبع طرق التحليل الرأسي define and apply ratio analysis هنعرف ونطبع التحليل اللي هو بتاع المعدلات والنسب أو التحليل النسبي أول حاجة عندي matrix مهمة جدا أو building blocks أو حجر أساس عندي للبناء عندي liquidity and efficiency الكفاءة والسيولة بتاعة المحاول للأصول إلى تسكيل أموال solvency برضو هي نوع من السيولة profitability المكسب market prospects وجهة نظر أو وجهة نظر السوق أول حاجة عندي هنا في liquidity والefficiency ability to meet short term application and efficiently generate revenue القدرة على اللي أنا بسدد أو بلبي الالتزامات قصيرة الأجل بكفاءة وأقدر أولد عائد أجيب عائد بينما solvency ده الفرق بينهم ability to generate future revenue and meet long term application هي هي ولكن long term يبقى قدرة على اللي أنا بخلى أو بولد يعني عوائد مستقبلية وأقدر أسدد الالتزامات على المدى الطويل solvency مدى طويل وليquidity مدى قصير profitability هي ability to provide financial rewards sufficient to attract and retain financing هي القدرة على اللي أنا ببقى عندي مكفاءات مالية أو أجيب فلوس مالية تبقى كافية اللي هي تقدر تجذب التمويل لمشروع بتاعي وتقدر تعمل تمويلي market prospect ability to generate positive market expectation القدرة على توليد التوقعات السوقية الإيجابية والمجابعة يعني القدرة يبقى واضحة في السوق كويس جدا واضحة أكمل في البزنس بتاعي هنتكلم على standard for comparison أو الأساسيات أو القياسات عشان أقارن أو الحاجات اللي بنقارن من خلالها when interpreting measures we need to decide whether the measures indicate goods bad average performance we can use the following to make that judgment لو أنا عايز أترجم القياسات بتاعتي وأفهم معناها ببقى عندي قياسات بتحدد لي indicate تحدد أنا كويس good bad وحش average متوسط أدائي كويس ولا متوسط ولا سيء من خلال الحكم من الطرق الأتية intra company competitor المنافس industry الصناعة نفسها اللي أنا أشغال فيها guidelines rule of thumb guidelines هي الخطوط العامة وبنستخدم rule of thumb ده هنشرحه rule of thumb ده اللي بيفهمني interest and profits يبقى بقارن الشركة مع نفسها وأدائها competitor مع المنافسين مع أكتر من منافس في نفس الصناعة ثم في guideline خطوط عامة منها اسمها rule of thumb عشان أعرف إن أداء الشركة جيد ولا عندي tool of analysis الأدوات بتاعت التحليل أول أداة عندي هي horizontal analysis التحليل الأفقي comparing a company financial condition and performance across time وهو اللي أنا بشوف أداء الشركة المالي وظرفها المالي من خلال توقيتات مختلفة vertical analysis اللي هو التحليل الرأسي comparing company financial condition and performance to a basic amount يعني إلا أنا بقارن الوضع والحالة المالية والأداء للشركة على أساس يعني الفلوس أو base amount أو على أساس الفلوس بتاعتها أو رأس المال بتاعتها أو الأساس بتاعتها measurement of key relation between financial statement اسمها ratio analysis ratio analysis اللي مكتوبة هنا دي اللي هي تحليل النسب أو نسب التحليل أو تحليل النسبي هي قياسات بتعمل علاقات عشان أفهم القوائم المالية أداءها إيه بقى عندي horizontal analysis, vertical analysis والratio analysis اللي هتفهمني وضع الشركة عندي comparative statement يعني بعمل قوائم للمقارنة calculate change dollar amount يعني مثلا إيه هو dollar change يعني بشوف يعني كمية تغيير في الدولار كمية الدولار في الفلوس يعني أي dollar change analysis period amount minus base amount base period amount يعني بدأت الشغل مثلا بمليون دولار ثم بعد فترة بقى عندي مليون ومئة ألف دولار يبقى dollar change مليون ومئة ألف دولار minus مليون دولار يبقى analysis period amount هنا دالدولار change التغيير في الدولار أو في الرأس المال يعني analysis period amount minus base period amount since we are measuring the amount of change between 2011-2010 قرية محاسد تابعوني معكم دكتور حسين وانتم معايا في داولة accounting 101